من أهم المهن الشريفة التي تسهم في بناء الحضارات ولا غنى عنها في البناء والإعمار الهندسة ويتميز المهندس المسلم بالاحتساب وإخلاص النية فكل علم دنيوي تحتاج إليه الأمة يثاب عليه عامله إذا حسنت نيته فيه ومن أخلاقه الأمانة فلا يغش فيما يعمل عليه من أجهزة أو مواد بناء وأن يحافظ على خصوصيات العمل وأسراره فلا يسربها لشركات منافسة ولا لغيرها ومن صفاته الإتقان في تنفيذ قواعد المهنة إذ قد يترتب على إهماله أو تقصيره إزهاق أرواح وهو مهتم بتطوير ذاته وتحسين قدراته فهو يتابع أحدث التقنيات العالمية المتعلقة بتخصصه كما أنه يتقن اللغات التي تساعده في عمله وبسبب إخلاصه في التدريب وأخذ الخبرة فهو يتمتع بحس هندسي مرهف فيستطيع اكتشاف الخلل في الجهاز بمجرد تشغيله أو سماع صوته وعنده حسن تصرف في الظروف المختلفة وعليه أن يحقق معايير السلامة في المنشأة التي ينشئها والآلة التي يشغلها حتى لا تسبب أي أضرار وأن يتخذ التدابير اللازمة ليحمي نفسه وعماله من الأخطار ويتحلى بالجدية ويتحمل كل الصعاب التي تواجهه في ميادين العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وهو صادق في التعريف بتخصصه وإمكانياته فإذا طلب منه ما لا يحسنه اعتذر عن قبوله بلا خجل ويؤدي نصيحة للعملاء بما ينفعهم ويوفر لهم مالهم ووقتهم وجهدهم ولا يبخل عليهم بمعلومة تفيدهم فإن الدين النصيحة وهو متعاون مع زملائه فطبيعة الأعمال الهندسية تحتاج إلى فريق عمل يتعاونون فيما بينهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولا يفوته أن يحسن إلى الفقراء والمحتاجين والجهات الخيرية بأن يعمل لهم حاجاتهم بلا مقابل أو بأجر قليل رجاء الثواب من الله الجليل قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين